ما في ذلك شك يعني يستحيل أن يكون دور المؤسسات العلمية والتعليمية هو مجرر نقل المعلومة العلمية التي يستفيلها الطالب الطالب إلى جانب تحصيله العلمي يستفيل سلوكاً عملياً من أساتلته ومن خلال التوجيه التربع الذي يحصل له في المحاضرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وهذا معاهد علماء المسلمين في طلبهم للعلم في المعاهد العلمية الإسلامية الكبرى وما كانوا يتخلقون به إلى جانب محافظتهم على الصلاة فالمحافظة على الصلاة أيضاً فيها درس كبير للطالب بحيث يعرف ما هو مركزه من هذه الجماعة الكبيرة التي تجتمع في هذا الملتقى الحافل سواء كان جامعة أو كلية أو معهداً فلا شك أن الجانب التعليمي التربوي يعني يصاحبه الاكتساب للأداب والأخلاق الإسلامية التي تشعر الطالب بأنه هو جزء من وحدة متكاملة هي المجتمع الإسلامي إلا 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 إ